المواجهات العسكرية بين تهران وواشنطن على الأراضي العراقية تنتهي بالحديث عن إمكانية عودة إيران إلى طاولة الحوار لإنقاذ الاتفاق النووي الذي يقف على شفال انهيار صارعت من وطيرة الحديث عن نووي إيران تصريحات للرئيس ترامب فتح فيها الباب لحوار مع إيران شريطة تخليها عن دعم الإرهاب ووضع حد لطموحاتها النووية دعوة الرئيس الأمريكي تلاها بعد ساعة قليلة موقف بريطاني مماثل أكد خلاله رئيس الوزراء بوريس جونسون التزام بلاده بالاتفاق النووي واصفا إياه بأفضل ترتيب ممكن لمنع امتلاك تهران أسلحة نووية الأمر ذاته اتفق عليه جونسون ورئيس الوزراء الكندي لكن بمساعدة شركاء دوليين هذا التحرك الدولي دخل على خطه أيضا الاتحاد الأوروبي بهدف احتواء التصعيد في المنطقة من خلال استجابة إيران للدعوات العالمية إلى الامتثال للاتفاق النووي حسب خبراء الموقف بات في تهران لتحديد خطواتها بين الموضي في تطوير برنامجها النووي أو العودة لطاولة الحوار خاصة أنها أعلنت بعد مقتل قاسم سليماني أنها ستتخلى عن التزاماتها النووية